طيب الخبر القادم ما هواش خبر بس مصر ولا خبر مصر والسودان اللي كان مبارح عندنا لقاء هنا عرضناه معاكم خاص بمستجدات الوضع لكن كمان خاص بالعالم كله لان السد الاثيوبي كان محور جزء مهم جدا من حديث وزير الخارجية المصر هو دايما حديث مصري الى ان يتم حل هذا الملف الشائك اول ما يطلع خبر عن السد الاثيوبي كل وسائل الاعلام تتكلم والمصريين تسأل حصل ايه الجديد ان وزير الخارجية المصري سامح شكري تحدث في الدورة السبع والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة اللي منعاقدة في نيويورك في كلمته اكد موقف مصر تجاهل عديد من القضايا الموجودة سواء كانت الجوع والغذاء والتغيرات المناخية لكن اكيد موضوع سد النهضة كان على قائمة الاولويات وتكلم فيه وربطه بالاحداث الاخرى في لفتة هامة جدا قال ببساطة الامن المائي هو واحد من اهم التحديات اللي بتواجه عالمنا اليوم مش بس التغيرات المناخية اللي بتواجه ازمات الامن المائي في الشرق الاوسط والقارة الافريقية في ازمات كتير بتقع فيها بعض الدول لان فيه اكتر المناطق اللي موجودة في العالم جفافا وتصحورا موجودة عندنا سيادة الوزير كمان اشار ان من المؤسف ان المعاناة دي احيانا ما بتكونش بسبب نقص الموارد او تراجع كمية الامطار زي تأثيرات المناخ بس لكن كمان بسبب رغبة بعض الدول اللي موجودة عندها المنابع في الاستئثار بالموارد المائية كلها بما يتسبب في ان تتحرم دول الممر والمصب من نعمة الهية ممنوحة لخير الجميع ما هيش حكرة على شعب واحد دون الاخر خلينا نسمع سيادة الوزير قال ايه هناك ونرجع نكمل ويخطئ البعض الذي تصور ان التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية المنازعات المائية يأتي من قبيل الدعف بل انه ينبع من القوة وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع او التفريط وادراك مسؤول للاثارة السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات وفي هذا الاطار فان مصر التي تقرب حق الشعب الاثيوبي في التنمية وما زالت على مدار ما يتجاوز عقدا كاملا متمسكة بضبط النفس تؤكد ان ذلك لم ولن يعني ابدا ابدا التهاون في حق الشعب المصري في الوجود الذي ارتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهدا للحضارة وشريانا للحياة واضح جدا الكلام اللي تقال لكن الوزير وقف عند كده لا ده اكد بعد كده على ان شيء بنعلن عنه ده لمن ضرورة التوصل دون تأخير او ممطلة لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الاثيوبي وده ما هوش حاجة كده ده تبقى الاتفاق اعلان المبادئ اللي اتفقت عليه الدول الثلاثة واشياء اخرى خلينا نشوف الجزئة دي تحديدا سيادة الوزير قلية هذه الدول الثلاثة زات سيادة ويتعين ان تلتزم بما اتفقت عليه وان تنفزه فعلا وليس قولا ومساهمة في الحفاظ على السلم والامن الدوليين فان مصر تدعو المجتمع الدولي ممثلا في منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الفاعلة على الصعيد الدولي الى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة ثونا لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوداني واثيوبي ده اللي قاله سيادة الوزير يعني في محفل دولي واكد عليه كلامنا واضح وصريح لكن الحقيقة ادارة السد في اثيوبيا من شهر قالت انها شغالة على انها تكمل تشغيل باقي التوربينات في السد لانها بتستعد للمال الرابع قالت كده بكل صراحة وضوح رغم كل التحذيرات سواء كانت الدولية او التحذيرات الفنية حتى اللي بتتكلم على ان فيه عيوب خطيرة جدا موجودة في السد عيوب فنية ممكن تتسبب في كوارث خلينا نشوف ايه هي العيوب اللي تكلم عنها العالم في هذا السد واللي ممكن تتسبب في كوارث في التقرير ده ونرجع ناخد تعليق اشتركوا في القناة